اشتركوا في القناة يعني زمن ليس بالبعيد كانت العالم كان ينقسم إلى دول مستعمرة ومستعمرة نبت معظم الدول استقلالها التي كانت مستعمرة لكن هذا الاستقلال ليس كاملا ناقص هذه ربما من دروس التاريخ التي سأعطيكم التي لن تقرأوا في كتب التاريخ ولا حتى في التحليلات السياسية إذ أنه بقيت الدول المستعمرة تمارس نفودا على مستعمرتها السابقة بما يحفظ لها مصالحها يعني ترويج المنتاجات أو استخلالها كأسواق وكذلك شراء المواد الخام وكل ما تحتاجه بأثمينة فضيلية يعني ما يسمى ما يمكن تسميته باستغلال اقتصادي إذن فأصبحت هناك ما يسمى بالتبعية تبعية الدول المستعمرة السابقة لإما مستعمرة المستعمر السابقون أو دول أخرى حدث ذلك بالتراضي لكن أيضا هناك ضغوطات الموضوع ذو شجون سيجرون للحديث عن إشياء أخرى لا أريد الدخول فيها لكن ما أريد أن أنبه له الآن وأشرحه في هذا المقطع وهو مسألة السيادة سيادة الدول الدول الصغيرة من الناحية الرسمية تتمتع بالسيادة أي استقلال لكن في الحقيقة هذا غير صحيح وأفضل مثلا على ذلك بوركيا الدولة العظيمة التي يقودها الرجل العظيم الأخ أردوغان لما بدأت تتقوى وترغب فيما ممارست سيادتها بدأت تكال لها المشاكل والمصائم لتنيها على استقلالها أو بالتفكير بالعمل كدولة مستقلة لأي دول أخرى استقلال السيادة يعني أن هذه الدولة هي للدول الأخرى وليست تابعة لها ولا خاضعة لسيطرتها الدول المستعمرة عرفت أهمية هذا الأهم فتكتلت وتوحدت لأنك إذا كنت تريد هذه السيادة في عالم يصده قانون القوة لا بدأ أن تكون متكتلا داخل تكتلات ولعلى أبرز هذه التكتلات من الناحية الاقتصاد الاتحاد الأوروبي ومن الناحية الإسكرياء حلف الناتو وغيره لكن هذه هي الأبرز مع ذلك الدول الصغيرة تبقى لها حتمية الإنظام في أحد تكتلات أو تكون دولة تابعة في هذا السياق وفي الوقت الذي كان هناك فيه نوع من التناغم والتكامل والإنسجام التام في السياسة الخارجية لتركيا وقطار كنت دائما أتساؤل أقول لو أنه معاملة تكتلا واتحادا بينهم أكيد دولة مقابل دول كثيرة وخاصة في الدول العربية أو الإسلامية لا تعتبروا وفي الحقيقة وفي الحقيقة كمفكر وتابع أحوال الدول العربية وإسلامية لم أكن أعرف ماذا يحدث في اندونيسيا وماليسيا من ناحية السياسة لكن يبدو هذا الحدث هذه القمة الإسلامية في ماليسيا أن هناك أشياء طيبة تحدث هناك وأن هناك زعماء لديهم الغيرة على الدين الإسلامي وعلى وحدة الصف الإسلامي طبيعة لحل ليس سرا أن جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وغيرهم المؤتمرات الإسلامية هي شكلية فقط ولا تخرج عن القاعدة التي كنا سابقا وهي أن كل دولة من هذه الدول مكونة لأتي مؤتمرات وعلى الجامعات هي عبارة عن دولة تابعة وليس دول دات سيادة أو على الأقل ترغب في أن تصبح عدد سيادة فهي دول قزمة وإن كانت ضخمة وكبيرة من حيث المال أو المساحة أو غير ذلك اللي نجحكم هنا هو العرادة والسياسة فأتي هذه القمة في وقت ما أحوش أن ينسل منها عدد تكتل كما فأنت وقد أكون مخطئاً وتكتل من جمعة من الدول التي ترغب في أن تصبح ذات سيادة ومستقلة أكيد أنه قد تبدأ باتحاد اقتصادي كما تنتقل في التعاون في مجل الأسكاري وهنا في مجل الأسكاري أي اتحاد سيكون ناجحاً لا بد أن يعتمد على بند واحد هذا هو الأهم ما يأتي بعد ذلك يعني تنوي وهو بند عدم الاعتداء أو بتصيخة أخرى أن الاعتداء على أي دول من هذه الدول يعتبر الاعتداء على باقي الأعضاء وهنا أيش دولة ولو كانت عظماء ولو كانت أمريكا ولو كانت أي تقتل في العالم يريد أن يعتدي على أحد هذه الدول فسيفكر كثيراً لأنه سيجد نفسه في مواجهة تكتل وليس من وجهة دولة واحد يستفرد بها وهذا هو ما يحدد في الحقيقة للمجموعة من الدول الفقيرة في العالم والمتخلفة من ضمنها طبعاً الدول العربية الإسلامية لأن الدول العربية الإسلامية ليس هناك دولة أكيد يعني رسمياً صنفات رسمية تعتبرون من الدول المتقدمة أنا شخصياً قد أصنف تركيا وقتل الآن من أول دول المتقدمة في العالم هذا كلام آخر ننجر إليه أقول أن هذه الدول الذي حدث أنها الدول الغربية خاصة أمريكا وأوروبا حينما يكون لها عذو خارجي تستفرض به وتقوم بحصاره فيضعف ويهزل دائماً جامعة تغلب الفرن والبركة مع الجامعة فهذا التكتل أهميته فإنه أولاً لن يستطيع أحد أن يقوم بحصار عديد الدول بل هي ستصبح ويحطوا استعملوا مستقبلاً إذا كانت هناك انسجان في المواقف بين هذه الدول في السياسة الخارجية هي قد تستعمل السلاح المحاصرة ضد أعتاو أقوى الدول في العالم هذا من ناحية من ناحية الأخرى الحصار الاقتصادي هذا الحصار الاقتصادي قلنا مسألة عدم الاعتداء المسألة الأخيرة التي أريد أن أذكرها هو أريد أن أقومها بمقارنة بين هذه القمال التي نعطيها بالاتحاد إن شاء الله نتمنى أن تكون نواة الاتحاد المستقبل هذه القوة أهمية هذه القمة التي قد تصبح الاتحاد الإسلامي أو اتحاد من هذه الدول مشحطة في الاستراح أهمية هذا الأمر هو مقارنة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الآن تقريباً على الدول 28 أو 30 تقريباً 28 بدأ بس الدول ثم بدأت لما تنجح بدأت الدول الأخرى تنضم إليه فهذا الاتحاد إذا نجح وكان اتحاداً للدول التي ترغب فيها تكون دات سياجة والاتحاد للدول ناجحة فالدول الأخرى سترغب في انضمام إليه ومسألة إيجابية أن تنضم إليه الدول الأخرى ويفتح الباب للدول الأخرى لكن يجب أن توضع شروط لهذه الدول بحيث أن هذه الشروط تكون الدولة التي تريد أن تنضم تلتزم بهذه الشروط التي تكون هي شروط الدولة الناجحة هذا مسألة أولى مسألة أخرى لا بأس أن يكون هذا بل من المستحسن أن يكون هذا الاتحاد للدول المسلمة كما أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد للدول المسيحية وهذا ليس سر كل يتعرفون لها إذن لتفاعل معي على هذا الفيديو أضرح أسئلتكم يمكنكم تواصل معي برواة ساب الذي تجدونه في آخر الفيديو شكراً لكم والسلام عليكم شكراً لكم